السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم يلهم بوزان بفيديو اليوم بدي أتحدث عن شرط الزمن للحصول على الجنسية الألمانية في جميع الحالات بداية رح أتحدث عن الشروط المشتركة للحصول على الجنسية الألمانية إن كان بعد 8 أو 7 أو 6 أو 4 أو 3 سنوات يجب أن تكون حامل تصريح إقامة شرعية بألمانيا عند التقديم على الجنسية الألمانية حسب الزمن المطلوب لكل حالة وسأتي على توضيح الفروقات بين الأزمنة مع العلم أن تصريح الدولدونج لا يعتبر إقامة شرعية بألمانيا وإنما سند إقامة يعطى للشخص في حال وجود معوقات تحول دون ترحيله لبلده الأم يجب أيضا تأمين مصاريف المعيشة بالكامل لنفسك ولعائلتك وأولادك في حال كنت متزوج يعني ما تكون عبتحصل على معونات البطالة رقام 2 لازم تكون صفحتك بيضة يعني غير مدان بجرائم أو عليك مخالفات كبيرة ومفتوحة ضدك محاكم ووجودك بألمانيا لا يشكل خطر أو تهديد على السلم الأهلي معرفة بالنظام الديمقراطي الحر والالتزام بالقانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية يعني بالدستور الألماني لازم تكون كمان اشتزة امتحان التقدم على الجنسية الألمانية الفحص السياسي أو ما يعرف باختبار الحياة في ألمانيا بدرجة لا تقل عن 17 من أصل 33 يجب كذلك التخلي عن جنسيتك الأصلية ولكن يوجد استثناءات حسب البلد المنشأ مثل سوريا والعراق والمغرب وحتى غيرهم من الدول هي كانت كل الشروط المشتركة للتقديم على الجنسية الألمانية ورح أشرح الآن الشروط الخاصة يلي بتسمح لك بالتقديم على الجنسية بزمن أقصر منبلش بالزمن الأطول يلي هو 8 سنوات والمطلوب منك بهي الحالة معرفة كافية باللغة الألمانية ولكن حاليا حتى على 8 سنوات عبيطلبوا مستوى لغة بي أينس ولكن إذا معك بي أينس فالمدة بتقصر لسبع سنوات عمليا صفت 8 سنوات فقط للحالات الخاصة يلي ما بيقدروا يحصلوا على بي أينس مثل زوي الاحتياجات الخاصة يلي عنده نعاقة زهنية أو جسدية وكذلك كبار السن فبتم التساهل معهم بشرط اللغة نأتي الآن للحالة الثانية بتقدر تقدم على الجنسية بعد 7 سنوات في حال المشاركة الناجحة بدورة الاندماج يعني عمليا يكون معك المستوى بي أينس وبالحالة الثالثة يتم تقصير المدة لست سنوات بتحقيق أحدى شروط التالية تحقيق إنجازات مهنية بارزة يعني تكون شخص مهم بعملك عملت مشروع مفيد أو عمل مميز جدا فهذا الشيء كله يحسب لك شاركت بعمال مدنية مفيدة للمجتمع الألماني كالأعمال التطوعية أو الخيرية فهذا الشيء أيضا يحسب لك امتلاك مهارات لغوية مميزة وبتم إثبات هذا الشيء عن طريق تقديم شهادة لغة مستوى بيت سفاي أو أعلى وهذا الشيء كله بيساعدك أيضا للتقديم على الجنسية الألمانية بعد 6 سنوات كمان فيه معلومة همة جدا كتير من الناس ما بتعرفها في حال كنت شتاعت اللوس يعني بلا وطن فهذا الشيء يعتبر سبب كافي لوحده لتخفيض المدة ل 6 سنوات معلومة تانية همة أيضا في حال كنت لاجئ معترف به بألمانيا ومع كقامة الـ 3 سنوات فهذا الشيء أيضا سبب كافي لوحده لتخفيض مدة التقدم على الجنسية لـ 6 سنوات نأتي الآن للحالة الرابعة طبعا ما لا علاقة باللاجئين هي حالة خاصة شوي لمواطنين دولة النمسا واليشتنشتاين والقادمين من المناطق التي تتكلم اللغة الألمانية بيحقل لهم يقدموا على الجنسية بعد 4 سنوات ظل في عنا الحالة الأخيرة بحيث أنك بتقدر تقدم على الجنسية بعد 3 سنوات في حال الزواج من مواطن أو مواطنة تحمل الجنسية الألمانية ولكن في شرطين لهي الحالة شرط أول أنك تكون مقيم بألمانيا منذ 3 سنوات وشرط ثاني أن يكون هذا الزواج قائم منذ سنتين على الأقل وهيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو إن شاء الله تكون كل التفاصيل لكل الحالات صارت واضحة بالنسبة لألكم بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة